الأكوان اتصلت نالت بالقرب البركات الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الجمادات التي لها علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة فهناك قصص عظيمة جدا منها أن أسقفة البيت أمنت على دعائه يعني سقفة البيت أمن على دعائه ومنها أن الشمس حبست لأجله حتى يصلي ويصل إلى مكانه وفي قصة المعراج ومنها كذلك أن الماء نبع من بين أصابعه الشريفة ومنها أخبار وأحوال كثيرة لكثير من الجمادات معه صلى الله عليه وسلم لكن من ذلك قصة قديمة وهو أن السيدة خديجة رضي الله عنها لما أرسلته للتجارة للشام وكان يدير لها بعض تجارتها وأرسلت معه غلامها ميسرة لينظر في أحواله وأخباره فمما أخبرها قال إنه كانت هناك غمامة إذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم تمشي معه وإذا وقف تقف فكانت هذه الغمامة تضلله في حر الشمس حتى رأى الراهب ذلك المشهد أن هذه غمامة تتحرك لتحرك هذا الغلام فعرف أن له شأن أن له مكان عند الله وأنه خاتم المرسلين هذه الغمامة هي علامة من العلامات على أن لهذا النبي مكانه وهي إرهاص من الإرهاصات مقدمة من المقدمات لوجوده وظهور دعوة صلى الله عليه وسلم وهناك ذوق خاص وهو أن هذه الغمامة كانت تخدم جناب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتشرفت بهذه الخدمة وهي كأنما تبعث لنا رسالة فتقول لنا أنا عرفت هذا النبي من قبل ظهور نبوته في هذا العالم لأن الله سبحانه وتعالى جعل نبوته سابقة هو صلى الله عليه وسلم أخبرنا كنت نبيا وإن آدم بين الطين والماء فهذه الغمامة تشرفت بخدمته حتى قبل بعثته فأعجب من بعض الناس الذي يتصور أو يعتقد أو يتخيل أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن له قدر ومنزلة قبل أن ينزل عليه الوحي وإنما منزلته كانت بعد سن الأربعين عندما نزل عليه الوحي كيف هذا التفكير والغمامة والحجر والكائنات أدركت ذلك من أيام طفولته وصباه والملائكة تمشي معه وتشق صدره فهذه كلها دلالات تدل على مكانة في ذاته صلى الله عليه وآله وسلم فالمؤمن يعرف أن كل ما كان له اتصال بهذا النبي عليه الصلاة والسلام فهو مبارك أينما كان وحيثما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعلنا الله كذلك خداما لهذا النبي ولشريعته ولسنته ومن اللطائف في هذه الغمامة أن الغمام كان يستجيب لدعائه كرامة من الله سبحانه وتعالى فلما طلب منه الاستسقاء رفع يديه فاجتمع عليه الغمام ثم أمطر ثم لما قال اللهم حوالينا ولا علينا جعل الغمام ينزاح من كل مكان حتى صارت المدينة كأنها كالجوبة والسحاب يحيطها من كل جانب فكم كانت لهذه الغمامات ولهذه السحب أخبار مع سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنبي الأكوان اتصلت نالت بالقرب البركات من أسرار الرحمة نهلت فسمات في أعلى الدرجات ترجمة نانسي قنقر